السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر ديزاد اليوم الحصة التعالى وننتكلموا على الزاوي السامير يعني الزاوي السامير ونتكلم كلام على الإقصاء من الكار ونقلم كب والجواد وعلى بالماضي أن يعيد الثقة للاعبه نحن نقول له ذروك السامير الزاوي نهال يهدر وقلنا نهال يهدره فيه نحن قال للناس هذو اللي راهم ذروك اللي كانوا كلنا جماع بالماضي جماع بالماضي خط أحمر ما تقولوا سالجماع بالماضي الشي يجيب لبعد يجيب الشابة صباح الناس قلتوا ذروك كنتوا تعايلوا فينا وعايلتوا حتى هذا السامير الزاوي وين والطلوب اللي انتهى يومنا سامير الزاوي نهال يهدر تالي يا مين اهدر شي قال قال لي لا راكم الرجال انتقدوا ذروك واحد ما يكون في أحسن أحواله ما تجيش تولي لي سبع ما تشوف الغاسي ماتت ما توليش راجل ما تشوف الغاسي ماتت انتقد البنادم ما يكون حي أنا ننتقد واحد ما يكون واقف ما يكون واقف ننتقده أنا مواطن باسط ابن الجزاء مناصر منتخب الوطني الجزاء وقلت لكم لكم ما راكم تعبدوا فيه أنا ما نعبدوش أنا مناصر منتخب الوطني ما يهمني لا لا بالماضي لا لعابة أنا ننتقد قاعد لعابة انتقد هذا بالماضي إن لم يكن في أقوى في نقطة القوات تقولوا راك غالط وراك رايح تدخل في في روشيات كيف ما دخلت التيتانيك في جابل ثلج تعل تيتانيك في جابل ثلج السفينة تا تيطانيك هذه هي قصة تيطانيك وقصة ناغي كيف كيف استوار دامور بين بالماضي وبعض الصحافة وبعض اللي جروا كان في اليوتيوب وبعض اللي جروا كان وبعض الفيراني صغار في اليوتيوب هذا بكان استوار دامور ومبادغ ترتو هذه هي ونتحدث المدافع الدولي السابق والمدرب الحالي أولمبيك شلف سامير زاوي عن أسباب خروج المنتخب الوطني من الدور الأول وعن قضية المناجر للخضوة وكذلك اللقاء الفاصل مع المنتخب الكاميروني وحضوظ الفريق الوطني الجزعي في المرور على حسابه إلى مونديال قطر وإن نعود للفريق الوطني وإخفاق الآخر لأشبال بالماضي وإن ما حصل للفريق الوطني أمر عادي وهو كب والجواب ويجب نسيانه والتركيز على ما هو آتي الخسارة كان لابد منها وهذه هي كرة القدم ولا يجب تضخيم الأمور وإعطاها أكثر من حجمها بما ينعكي السلب على الفريق الوطني سامير زاوير يرد على ذوك لا نورمار مو جامب الماضي غلط لا جامب الماضي مديون للانتقاد بس عدتوا وقتوا تقولوا جامب الماضي مكسلي ينتقده جامب الماضي مكسلي يهدر معه جامب الماضي مكسلي يقول له يجيب وإنهار اللي زاوي يهدر قيكم انتقدوه كيراه واقف كيما هاك قاعدوا حتو عليه وهو كي قال اللي أنا عارف صحابي راح عارف ليباش وينه آه عندي راح عارفهم أنا نعطيكم الرسم راح عارفهم قاعد رحوا سقسوا ساعد فلاق يقولكم على ليباش اللي طاحوا عليه في الضربة تاع تاع توفابيا تاع تحلبت الأسباب ونقلم لكن في نظرك ما هي الأسباب الحقيقية ونرد ونقلم الأسباب الحقيقية تبقى عند الطاقم الفني والمدرب الماضي كونه الوحيد الذي يعرف تفاصيل أمور وخصوصيات كل اللعاب أما بصفة عامة وكمتابع للقاءات الفريق الوطني الثلاثة فأرى أن عدم توازن الدفاع لم يمنح الثقة الكافية لباقي الخطوط نظر لفرص التي كانت تتاح للمنافسين كانوا يصلون للحارس بكل سهولة بالإضافة إلى عدم نجعة الهجومية فبالرغم الفرص الكبيرة المتاحة للفريق الوطني إلا أنهم لم تترجم إلى أهداف في حين كانت الفرص أقل تتاح لمنافسين ويتم استغلالها وترجمتها إلى أهداف على غرار ما حدث في لقاء آخران بالإضافة إلى العمل الحظ بالنظر إلى بعض الفرص التي فعل فيها مهاجمون كل ما يلزم إلا أن الكرة آبت الدخول وإن قالهم أريد أن أسألك كم لعب لم تمنح له الفرصة أو بالأحرى خارج من حسابات بالماضي إذن لماذا عمورة بالذات من جانبي أرى أن المشكل لم يكن في شخص عمورة في الفريق يملك في الوجوم لاعبين كبار وأصحاب خبرة من طراز محرز وبالرحمة إلى أن مشكل كان في المجموعة وليس في أفراد وعمورة يعني كان ربما ظلمة أنا لم أفهم سبب هذا التغيير كون الأمور كانت تأثير بشكل عادي منذ سنوات فالمعنى يعني يعمل في الفريق منذ وقت طويل وكل شيء كان على ما يرام إلا إذ كانت هناك أسباب لا نعرفها بالنسبة لزفزاف فهو رجل يشهد له كل بمهنياته وخبراته مع الفريق الوطني وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة وانتكلم وأن اللاعبون يلعبون ويعيشون كعائلة واحدة منذ سنوات والوقت غير مناسب لذلك تماما أظنه سيجدد الثقة في لعبيه فإن يسترجع لعبين الثقة في أنفسهم فهو أمر مهم جدا لمواصلة المشوار أما الأمور التقنية والفنية في الماضي أدر بها بحكم معرفته جيدة لعناصره وسيعمل على متابعتهم في أنديتهم لإعتماد على أكثر جاهزية منهم والانتظام في المشاركة مع فريقهم في لقاء السد أمام كاميرون نتمنى العودة السريعة إلى سكة الانتصارات للفريق الوطني ونتمنى لهم كل التوفيق لإسعاد الشعب الجزائري في محافل القادمة ناس اللي كانت محافل لإنتقال إلى الفريميليج والله ما كان منها قاع والله ما كان منها قاع والله ما أمن بها قاع عطال يروح أنت يروح والله ما يروح بركونا بركونا ما تكذبوا لنا لا تأمنوا هم شعب لا تأمنوا هم شعب هم شعب هم شعب هم شعب هم شعب عطال في الفريميليج بإنقال في تيليسي كما نهار بو كلاب وليتوا او من راح 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 عطال لا راح عطال مبليسي قلت ورائح لتشالسي أنا عمري لا شكا واحد في 6 شهر لا عمش قال قل 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 في تيليسي وين جاية هذه والله ما ذهمناها جاء والله ما ذهمناها الذين قلوا باليودي اليوم وين المنتخب الوطني الجزائري كما تكلم زاوي الناس كون تاقدتون هاللوو كون موصلناش لهذا المرحلة كون قلتوا جيب اللعبة كون موصلناش لهذا المرحلة واو لله قلتوا يودي جيبنا اللعبة سي جمال مش تقولوا جمال خويا ما ترش تخلينا كون فمك كون كون فمك كون كون فمك كون كتيح ذاك صحافي النوض ندلوك جمال لبيت زلطوا زلطوا هذو اللي هدر عليكم كامال مهوي قالكم طلع عليكم سراوي لكم انتاكوا تعلاذوا صحابك مش يال الشعب الجزائري جمال بالباضي أنا طلع ليسرولي ايش عايز اني ذلك المق طلع ليسرولي يعني طلع الناس اللي كانوا يأبدوا فيها اللي بغوا يردوه إله حتى هو أولي يشوف يرحوا رب أعلى اللي رو اطلع لي ينسل طيقات ولي دياري اطلع لي ينسل ولي تشلق لك على هذه نقولوا بليون تزاوي اليوم وين الناس كانت قار لهم اللي غادي يتكلم زعم غادي يهضر من نجايا خمو هلوك الدخل وفي ومنتخبنا منتخب الكاميرون الحالي منتخب متواضع وليس الكاميرون الذي كنا نعرفه من قبل يجب فقط أن نكون في يومنا وسنحسم الأمور في لقاء الذهاب بكل سهولة واللقاء العودة سيكون شكلي فقط فاللعبون سيكونون محفزين تلقائيا فإننا تلعب الموديار في قطر وإمكانيات ضخمة التي شهدها الجميع في الدول كاس العرب الأخيرة وتنظيم المحكم فهذا في حدة دافع قاوي للفوز على الكاميرون الذي كما قلت لك ليست بالمنتخب المخيف إطلاقا مهم كما يقول لك أنا عندي عندي واحد الإحساس باللي غادي نشوف منتخب الوطني غادي في الكاميرون نحقلوا عليها غادي ندروا آآ غادي نجروا ما تسنين آآ أقولوا عليها مليحة هذه غادي نقول لكم آآ دي أنا تبالي آآ بللي غادي نجيبوا ما تسنين فيما غادي نجيبوا نقطة فيما ما نحن ما نحن مليحة مليحة مليحة